في ظل ضبابية المشهد السياسي واستمرار التظاهرات الشعبية المتواصلة في بغداد والمحافظات الجنوبية وعدم التوافق بين الكتل على مرشح لقيادة الحكومة للمرحلة المقبلة تتعقد الأزبة بشكل قد يصعب حلها بمرشح يحظى بتوافق سياسي وسط عدم تفاؤل من قبل كتل سياسية فاعلة بالمشهد العراقي بعد رفض كل الأسماء التي تم ترشيحها من كتلة البناء الآن يجري البحث ويجري الاتفاق على اتفاق شخصية ليس من الجيل الأول التي الجماهير لا تستقبل وترفض هذه الأسماء كلها وبالتالي اليوم على ما يبدو ما زالت كتلة البناء متمسكة ببعض الشخصيات القريبة منها على صعيد آخر لعل ما يجري خلف الأبواب المغلقة يكشف حجم العجز السياسي الذي تعانيه الطبق السياسية الحالية وذلك يبدو واضحا عندما يتعلق الأمر بمن سيخلف عبد المهدي ويحقق مطالب الشارع للخروج من الأزمة الراهنة الوعظة التي يعيشها الوسط السياسي الآن هي تسابق الكتل والنخب والأحزاب الحاكمة على أن يكون المرشح الأقرب لها وهذا حقيقة ما يعطي انطباع بأنها غير قادرة على مغادرة المجهد أي غير قادرة على قراءة الرسالة التي أوصلها المتظاهرون ولبى نداءها الشعب العراقي عموما من أجل أن تأتي شخصية مستقلة يبدو أن المتظاهرين اليوم أكثروا دراية من السابق فبعد أن تحقق مرادهم الأول باستقالة الحكومة شدد المحتجون في بغداد والمحافظات الجنوبية المنتفضة على ضرورة إدامة زخم التظاهر حتى تحقيق جميع المطالب ومن بينها الخلاص من الأحزاب السياسية وعلى الرغم من المحاولات والاجتماعات للتقريب بين الكتل السياسية من أجل الخروج بمرشح المرض للجميع وتمريره تحت قبة البرلمان إلا أن الخلافة ما زال متسيدا للمشهد في رأس الدليمي قناة الفلوجة بغداد